أما سورة البقرة فالقرآن كله مبارك والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا أقول ألف لا ميم حرف وإنما ألف حرف ولام حرف وميم حرف له بكل حرف من القراءة حسن سورة البقرة يقول عليه الصلاة والسلام في مرواه مسلم إن الشيطان يفرق يعني يهرب من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة ويقول صلوات ربي وسلامه عليكم بسورة البقرة فإن أخذها بركة بركة في نفسي وفي مالي وفي عيالي وفي بيتي قال فإن أخذها بركة وتركها إهمالها وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة يعني السحرة ولا أنسى سبحان الله وأنا جاي بالطائرة المضيف أقبل وسلم عليه ثم قال يا شيخ أنا سأذكر لك تجربة في بيتي قلت ما هي مع أن المضيف سبحان الله يعني ليس عليه مظاهر تدل على أنه طالب علم أو أنه يعني ملتزم مستقيم بالدين قال يا شيخ أنا زوجتي من أربع سنوات تقرأ سورة البقرة يوميا يوميا يقول ما تركتها يوما واحدا يقول والله يا شيخ أن المشاكل بين أولادي انتهت أو قلت أن الله بارك في مالي الرزق المقاضي اللي أشتريها للبيت يشتري يعني حاجات للبيت يقول والله يا شيخ صار فيها بركة في السابق تنتهي في سبعين ثلاثة والله انتهى هذا انكسر هذا يقول صار فيه بركة يقول حتى أنا كان أحيانا عندي بعض الأمور إذا سافرت أقع في بعض المعاصي والله يا شيخ أني ألاحظ أنه بدأ يحال بيني وبينها يقول أكون مثلا مخطط ببد الملابسي وبطلع تمشى في مكاني كذا وكذا تعرف المضيف ينزل في عدد من البلدان وربما بعض البلدان يكون فيها نوع من الفساد فيقول سبحان الله إذا لبست الملابس يغلبني النعم وأنام يقول كأنه يحال بيني وبين ذلك يقول والله يا شيخ أربع سنوات تغيرت حياتي إلى غيري هذا كلام في الطائرة قبل قليل وأنا جاي فسبحان الله يا جماعة ترى يعني كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام إن أخذها بركة حرص الإنسان على أن يقرأها لن تستغرق منك يوميا ولا ما لا يزيد عن ساعة تقريبا أو ساعة إلا ربع أسأل الله أن يجعلنا وياكم من يحافظون على كتلاوة القرآن من معنا؟ ترجمة نانسي قنقر